لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن السيد وجدان عفراوية الخبير في الشهن الإيراني سيد وجدان مرحبا بك هذا الانفجار الغامض هو الرابع الذي يطال المشآت النووية الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية كيف بالإمكان فهم تكرار هذه الحوادث وتشابهها طهران تقول بأن الإهمار ربما يقف وراء هذا الانفجار الأخير هل هو كذلك فعلا؟ مساء الخير لأك ومشاهديك الكرام هذا العزل الإيراني دائما هو يعول الأخطاء التي تحصل أو الفشل التي تحصل للحكومة الإيرانية أيضا يضع على الأخطاء ولكن الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران هي بالفعل بدأت دون الإعلان الرسمي عن هذا الحرب بعدما أرادت إيران أن تمحوا إسرائيل من الخرطة فالآن هي إسرائيل أعلنت بشكل واضح وصريح أنها بدأت الحرب على إيران وهي الآن إيران من سوف تمحى من أعلى الخرطة الإيرانية كل التفجيرات التي حصلت خاصة في الآونة الأخيرة هي عمليات أو تفجيرات مدبرة القسم من أتاء أما باستهداف صواريخ من خلال طائرات وسيارة أو من خلال حرب سيبراني أو من خلال العملاء أو الخلايا التابعة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ العمليات في داخل إيران هناك في إيران حصلت تفجيرات في المنشآت النووية في المنشآت الصاروخية في المنشآت الحيوية الاقتصادية مثل البتروكوميوات وأيضا شركات النفط والقاز والكهرباء وصولا إلى حتى الألقابات التي تحصل في إيران كلها هذه مفتعلة إيران تحاول أن تبرر ذلك بأن هذه الأخطاء يعني بسبب فشل في بعض الأحيان وحتى إن كان ذلك هذا يدل بأن الحكومة الإيرانية ليس لديها الإمكانية للحفاظ على منشآتها وخاصة المنشآت الحيوية مثل المفاعل النووية أو مخازن الصواريخ أو البتروكوميوات التي حصلت مؤخرا في بوشير وتسرب القازي القلور هذا يدل بأن إيران هي غير غادرة على ذلك إن كانت هذه العمليات مفتعلة وإن كانت هذه العمليات بسبب أخطاء من قبل الكادر الإيراني كل الموضعين حتى اللحظة على الأقل إيرانية غير غادرة حتى اللحظة على الأقل لم نسمع حديثا أمريكيا ولا إسرائيليا مباشرا حول هذه التطورات لكن هناك حديث دار في بعض الصحف عن ما أشرت إليه ربما هجمات سبرانية تعرضت لها بعض هذه المنشآت أو ربما ضربات جوية لكن يتزايد الحديث عن ربما عمليات على الأرض من خلال عملاء كما أشرت وزرع لقنابل وهو ما أشرت إليه إحدى الصحف الأمريكية اليوم هل يمكن أن تكون هذه العمليات لا تزال نشطة ومستمرة على الأرض فعلا مع استمرار تكرار هذه الحوادث أولا الولايات المتحدة أعلنتها يعني برايان هوك قبل ثلاثة شهور أعلن بأنها كانت إيران تنوي أو تنتظر الانتخابات الأمريكية فهي مخطأة جدا وسوف الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ أو تقوم ببعض الإجراءات في إيران قبل الانتخابات الأمريكية فإذن الولايات المتحدة أعلنت ذلك وهذا يعاد حربا ضد إيران لكن فيما يتعلق بالعمليات وهل ستستمر نعم بأنها فعلا بدت هذه العمليات وأنها ستستمر وأمام إيران خيارين ثالثا لهم أما أن إيران تستسلم للمطالب الولايات المتحدة الاستسلام وليس جلوس على طاولة المفاوض أما أن إيران تستسلم لكل الشروط والمطالب الولايات المتحدة الأمريكية أم أنها سوف تواجه انهيار بالكامل وأيضا حتى انهيار هذا النظام هذه العمليات تقول بأنها بساطفال مستمرة لكن هل بإمكانها الذهاب أبعد الذهاب أعمق في بنك الأهداف يعني بعض الحوادث كانت بعض المشاءات الهامشية هل يمكن أن نرى ضربات أكثر عمقا خلال الفترة المقبلة من الصعب الحديث عن ذلك لا هذا متوقعا بشكل كبير الهجمات السبريانية أثبتت بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لديها القدرة والمقدرة للوصول إلى هذه الأهداف وتفجيرها لذلك أنه بناء المنشآت النووي الإيرانية تحت الأرض والجبال سوف لن تحمي هذه المنشآت من الهجمات الأمريكية وهذه الهجمات أثبتت فعاليتها لكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تخدم على ذلك لأن هذا الأمر سوف يؤدي إلى كوارث في إيران وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا تتجنب ذلك وهذه التفجيرات هي كانت بمثابة رسالة لإيران بشكل مباشر بأن لدينا الإمكانية الوصول إلى مفاعلكم النووية لدينا وصول إلى محطات إنتاج أو وحدات إنتاج أجهزة الطرد المركزي فعلى إيران أن تأخذ هذه الرسالة بعين الاعتبار وإلا إذا استمرت إيران بتعنته هذا سوف يؤدي إلى كوارث داخل إيران وقبل أن تحدث هذه الكوارث أيضا للدول المجاورة لإيران لأن هناك منشآت نووية أيضا في إيران على حدود الدول العربية خاصة مبلغ العربية السعودية والكويت وهذه المنشآت هي قدمة جدا والأحداث فيها سيؤدي إلى كارثة حتى خارج إيران شكرا جزيلا على انضمامك علينا من لندن سيد بوجدان عفراوي الخبير في شأن الإيراني سيد بوجدان عفراوي ترجمة نانسي قنقر